يعقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لقاءات في القاهرة مع عدد من المسؤولين المصريين والليبيين بهدف دعم مصارات التسوية السياسية خاصة المصالحة الوطنية ومبادرات الرئاسي لحل أزمة القاعدة الدستورية أزيد من المتابع حول هذا الموضوع معنا من القاهرة المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك أستاذ محمد مرحبا بك معنا كيف تبدو لقاءات المنفي في القاهرة مساء الخير تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي سكاي نيوز هذه ربما تكون خطوة متقدمة بعد التسوية أو إعلان القاهرة الذي تم خلال يومين الماضيين بوجود رئيسة مجلسة النواب والدولة من أجل إيجاد صيغة للتسوية صيغة تفاهمية مشتركة من أجل التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالمصارات كافة وهنا الإشارة إلى المصار الدستوري والمصار السياسي ومصار المصالحة الوطنية وما يعني المجلس الرئاسي الآن وبمساعي من القاهرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وهذا مهم وحيوي في هذه الفترة أن يكون هناك تفاهمات مشتركة بين الأطراف المختلفة بغية الوصول إلى تسوية تفضي إلى الهدف الاستراتيجي الأسمى وهو انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الأجال المجلس الرئاسي كانت له مبادرة وأظن بأن استبقتها لقاءات القاهرة بين مجلس النواب والدولة وهذا الإعلان الذي تم بخصوص القاعدة الدستورية أو الوثيقة الدستورية بالإضافة إلى إعلان خارط الطريق ربما من ضمنها سلطة تنفيذية جديدة وهذه محاولة من المجلس الرئاسي للانضمام لهذا الركب طيب أستاذ محمد كما قلت بأن الرئاسي كانت له مبادرة وكان حديث عن لقاء أغدامس هل ما زال قائماً أم الأطراف رفضت هذه المبادرة يعني هي المبادرة في تقديري فرغت من محتوى معناها لأن الغرض كان لجمع نعم محتوى شكراك على التصحيح لأن كان من المفترض أن يكون اللقاء بين رئيس مجلس النواب والدولة في مدينة أغدامس في 11 يناير بوساطة من رئيس المجلس الرئاسي أو المجلس الرئاسي ككل لوجود خلاف قائم بين الطرفين هذا لم يعد له وجود الآن باعتبار أننا رأينا بالفعل الطرفين اجتمعا هنا في القاهرة وأعلنا التوصل إلى تسوية إذن لم يعد هناك داعي لهذا اللقاء باعتبار أن الغرض منه كانت تقريب أو حل المشكل بين الطرفين والمشكل يبدو أنه حل وأن هناك اتفاق ليس هذا في حسب ولكن هناك تسوية تلوح في الأفق والمجلس الرئاسي إن كان هذا هو الغرض فعليه أن يدعم هذه المبادرة وإعلان القاهرة أو هذه التسوية ويكون شريكا فيها من أجل الوصول إلى انتخابات كما أشرنا سلفا أستاذ محمد طالما مجلس الدولة اسمح لي على المقاطعة طالما مجلس الدولة ومجلس النواب يعني يلتقيان في القاهرة وأنهما هما الذين يسويان الأمور ما محل المجلس الرئاسي من كل هذه الخلطة إن صح التعبير سؤال وجيه لا أستدري تحديدا ما هو محل المجلس الرئاسي الحالي بصلاحياته التي نص عليها اتفاق جينيف فهو له مهام محددة أبرزها التركيز على مصارى المصالحة الوطنية وهو يمثل الدولة بروتوكوليا في الخارج يعني ستة إلى ثماني صلاحيات ليس من بينها التدخل في القاعدة الدستورية فهذا شأن يخص النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وتابعنا حتى المجلس الرئاسي كان يمارس دائما سياسة النأي بالنفس يعني عن معظم القضايا الجدلية والصراعات وغيره ولكن لا يبدو أن هذه السياسة تنطبق على مسألة القاعدة الدستورية لا أدري لماذا ولكن على أي حال إن كان هناك مبادرة ما تساهم في تقريب وجهات النظر أو تدفع باتجاه تسوية تسرع من وطيرة العملية الدستورية لم لا ولكن دون أن يكون هناك محاولة للقفز على اختصاصات الغير يعني خاصة أن هذا يعقد المشهد ولا يسهم في حله وبعض المصادر الإعلامية أستاذ محمد تحدث عن لقاء أجراه لمنفي مع المشير خليفة حفطر هل تسربت أي معلومات حول فحواء هذا اللقاء؟ الحقيقة لا يوجد معلومات دقيقة حول هذا اللقاء معلومات شحيحة للغاية ولكن في النهاية أي لقاءات من هذا النوع بين الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي في تقديري هي إيجابية أي تقارب بين الأطراف المختلفة يصب في اتجاه الحل كلما كان هناك تفاهم وتفاهمات مشتركة وقاعدة مشتركة يقف عليها الجميع كلما كان الحل أسهل كلما تفكك هذا المشهد المعقد أستاذ محمد جرت الكثير من اللقاءات سواء في القاهرة في عدد من دول الجوار وحتى في عواصم العالم في كل مرة كانت المخرجات على أنه سيكون هناك حلول سننتهي من هذه الأزمة لكن تبقى الأمور حبر على ورق هل هذه المرة الأمور تتجه نحو الحل حل بالفاعل برأيك؟ يعني من الصعب أن نتحدث عن حل شامل للأزمة نتيجة لما ذكرته حضرتك يعني عدة لقاءات في عدة عواصم واتفاقات وكل مرة نستبشر خيرا بإمكانية التوصل إلى حل الأزمة ثم بعد ذلك تتعقد الأمور مرة أخرى ولكن الآن نحن أمام حزمة واضحة من الإجراءات أخيرا هناك حديث عن وثيقة دستورية سيتم التصويت عليها هناك حديث عن خارط الطريق مؤطرة بتوقيت زمنية محددة ستعلن من داخل ليبيا وتشمل سلطة تنفيذية جديدة وألية لانتخاب هذه السلطة لتشرف على العملية الانتخابية القادمة يعني هناك نقاط واضحة العبرة الآن بترجمة هذه النقاط إلى خطوات عملية واضحة ألا يكون هناك صراع بين سيناريوهات ومبادرات لأن هذا يضر المشهد ولا يخدم الهدف المتمثل في تحقيق الاستقرار المستدام في البلد عبر انتخابات تفضي إلى مرحلة دستورية دائمة لا ينبغي أن تتسارع أو تتنافس الأطراف المختلفة حول الحل إن كان الهدف هو البحث عن حل دائم للأزمة وإنقاذ ليبيا وشعب الليبي من هذه المعاناة التي استمرت لسنوات شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي ليبي كنت معنا من القاهرة شكرا لك